هل تعرف كيف تصف مشاعرك باللغة الإنجليزية؟ هل تتمكن من قراءة بعض النصوص عن الشرح أو عن التعبير وتمكن من فهم مشاعر الآخرين؟ إذا تحدث شخص معك عن مشاعره وكيف يشعر وما هي حالة النفسية هل تمكن من فهمه؟ إذا كانت عندك هذه المشاكل راح نحلها الآن من خلال هذه الحلقة الأولى من هذا الكورس كيف نصف مشاعر الإنسان باللغة الإنجليزية راح نأخذ عشر كلمات نشرحها بالتفصيل ونأخذ عليها أمثلة نركز على اللفظ الصحيح حتى نتمكن من المحادثة ونفس الوقت نتمكن من فهم هذه الكلمات عندما تمر علينا وأيضا راح تفيدنا في كتابة المواضيع والتعبير عن أنفسنا وعن الآخرين عن العائلة وعن باقي المواضيع اللي تهمنا وعن الأشخاص اللي همونا لهذا السبب ركز جيدا معينا الآن هدفنا نحفظ مئة بالمئة لذا سوف نكرر الكلمات بصوت مرتفع خمس مرات لكل كلمة وعبارة حتى نتقن اللفظ الصحيح ويضا نكتب أهم العبارات في كراس في استخدام القلم أيضا حتى نتمكن من الكتابة الصحيحة ونتدرب على اللفظ الصحيح والكتابة الصحيحة لهذه الكلمات إذن خلينا نبدأ بالكلمة الأولى في هذا الكورس الأول في الحلقة الأولى من الكورس هذا المميز جيد الكلمة الأولى عندنا كلمات اقرأ معي أنا غاضب لأنها لم تتصل بي فلنقرأ سويا اقرأ معي نقرأ المرة الأخيرة I am angry that she didn't call me ممتاز الآن مكننا أن نضعها في جملة حتى نعرف كيف نستخدمها I am angry I am angry that she didn't call me أنا غاضب لأنها لم تتصل بي فلننتقل إلى الصفة الثانية annoyed فلنستمع annoyed 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 اقرأ معي annoyed منزعج نأخذ مثال He was annoyed at being woken up so early He was annoyed كان منزعجا at being woken up so early منزعجا من إيقاضه مبكرا فلنقرأها الآن سويا annoyed He was annoyed at being woken up so early نقرأها المرة الثالثة annoyed He was annoyed at being woken up so early نقرأ مرة رابعة annoyed He was annoyed at being woken up so early مرة الأخيرة annoyed annoyed He was annoyed at being woken up so early منتاز منتاز خلينا ننتقل للبعث نستمع على اللفظ Anxious 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 قلق قلق Anxious قلق جيد She was She was She was extremely anxious about her exams Anxious She was extremely anxious about her exams Anxious She was extremely anxious about her exams Anxious She was extremely anxious about her exams مرة الأخيرة Anxious باللغة الإنجليزية بشكل سريع نحفظ المعلومات من أول مرة باللفظ الصحيح نكتبها بطريقة صحيحة رح نتطور وما نحتاج إلى تكرار الدروس عدة مرات نتطور ونصعد ونصير أفضل باللغة الإنجليزية خلق الروح للكلمة اللي بعد كلمة Anxious جيد استمع إلى اللفظ الآن Bored 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 ضجرة أو مللة طيب Bored Bored استمع Bored 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 جيد نأخذ مثال I was bored with the book لقد مللتوين الكتاب I was bored with the book نقرأها خمس مرات Bored I was bored with the book Bored I was bored with the book Bored I was bored with the book أقرأ معي مرة أخيرة Bored I was bored with the book لقد مللتوين الكتاب ممتاز الروح للكلمة اللي بعدها نستمع Calm 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 وهنا لات الفضل الأل جيد Calm 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 هادئ Calm Calm هادئ A cup of tea Will have a calming effect جيد A cup of tea Will have a calming effect كوب من الشاي سوف يكون له تثير مهدد Calm A cup of tea Will have a calming effect A cup of tea Will have a calming effect Calm Calm A cup of tea Will have a calming effect Calm A cup of tea Will have a calming effect جيد قرأناها خمس مرات الآن باللفظ الصحيح احفظها كلمة Calm Calm لا تنسى الضغط على اعجاب واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصل على باقي الدروس من هذا الكورس وجميع الكورسات المميزة بطريقة الحفظ بالجمل من خلال قناة سفيرس اكاديمي التي نقدمها لك مجانا افضل شيء تدعمنا به هو ان تضغط على اعجاب وتشترك في القناة وايضا تشارك الدروس لجميع اصدقائك لننضع الكثير من الجهد والوقت لكننا لم ننتهي هيا لنكمل في هذه الحلقة نستمر للاخير جيد عدنا بعد خمس كلمات فقط نستمع للكلمة اللي بعدها مبتهج مسرور وانا مسرور لانك تشاهد هذه الحلقة وتصبح افضل باللغة الانجليزية فناخذ مثال كنا سعداء برؤيتها نقرأ معنا انا وانت الان والمرة الاخيرة ممتاز ناخذ الكلمة البعادها فلنستمع جيد مكتئب ناخذ مثال على كلمة شعرت بالوحدة والاكتئاب شعرت شعرت بالوحدة جيد خلينا نقرأها انا وانت مرة الاخيرة من خلال تكرار هذه الجمل انا وانت خمس مرات اضمن انك تحفظ من اول مرة لهذه الطريقة ستكون فعال ان شاء الله وتحصل على النتيجة المطلوبة من اول مرة اذن ننتقل الكلمة البعادها بعد عدنا ثلاثة كلمات فقط ركز جيدا معي حتى نكمل جيد مخيب للأمل ناخذ مثال آلاف من العملاء يعني الزبائن المحبطين ظلوا او بقوا ينتظرون اقرأ معين اقرأ معين ممتاز قرأناها خمس مرات خلنا ننتقل للكلمة البعادة وبعد عدنا كلمتين فقط ركز جيدا الآن مقرف جزئها حتى تقدر تقراها ومن تاخذ عليها رح تقدر تتمكن قراءتها مرة واحدة ناخذ مثال نظرة مش مئسة جيد خلننتقل للكلمة الأخيرة قد تكون صعبة بعض الشيء طويلة لكنها مهمة جدا لهذا السبب خلنتعلمها بشكل صحيح باللفظ الصحيح وبالتعبير والإملاء الصحيح نجزئها متحمس اقرأ معي ناخذ مثال عليها ونكمل هذه الحلقة كان جوناثان متحمسا بما فيه الكفاية لأعماله المنزلية ممتاز الآن أكملنا هذه الحلقة انتظرنا بالجزء الثاني من هذه الحلقة رغم نكمل أهم المشاعر اللي تساعدنا في كتابة الجمل والمواضيع المهمة وفهم الآخرين والمحادثة أيضا باللغة الإنجليزية كلمات مهمة جدا انتقل إلى الحلقة القادمة إن شاء الله ونتطور باللغة الإنجليزية لا تنسى الإعجاب على هذه الحلقة وإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس وشارك هذه الحلقة لأكبر عدد من الناس حتى تعم الفائدة للجميع شكرا لكم على المتابعة كنت معكم في الإعداد والتقديم حسين الغالبي إلى اللقاء